اهلا وسهلا بكم سد النهضة كمان وكمان النيل مياه واحدة وامال متعددة بين الرغبة في التنمية والخوف على الحياة دولة تسعى للتنمية والنهوض وترى في السد سبيلا لذلك واخرى تخشى على سكانها الجفاف اذا ما اقيم هذا السد وبين هذه وتلك تتجلى الازمة سد النهضة او سد الالفية الكبير هو سد اثيوبي قيد البناء يقع على النيل الازرق بولاية بنيشنجو الجماز التي تبتعد ما بين 20 الى 40 كيلو مترا من الحدود الاثيوبية السودانية وعند اكتمال انشائه المرتقب سيصبح اكبر سد كهرومائي في القارة الافريقية اتفاقية اديسابابا التي وقعت بين كل من منليك الثاني ملك اثيوبيا وبين ممثل بريطانيا العظمى في الخامس عشر من مايو عام 1902 تنص في مادتها الثانية على عدم تشييد او سماح بتشييد اي عمل على النيل الازرق وبحيرة تسينة او نهر السباط يكون من شأنه منع جريان مياه النيل الا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان في السابع من مايو عام 1929 وقعت مصر والسودان على اتفاقية اعدتها بريطانيا تحدد ادارة مياه النهر على النحو التالي لمصر الحق في مراقبة تدفق النيل في دول المنبع لمصر الحق في القيام بمشاريع متعلقة دون موافقة الدول المشاطئة العليا لمصر الحق في الاعتراض على اي مشاريع انشائية من شأنها التأثير على مصالحها سلبا وهي الاتفاقية التي اعترضت عليها اثيوبيا اتفاقية النيل عام 1959 بين السودان ومصر للتحكم الكامل في استخدام مياه النيل وتضمنت هذه الاتفاقية تحديد حصص المياه المستحقة للدول المشتركة في النهر واقرتها جميع الدول والتي حددت فيها حصة مصر من مياه النيل بخمسة وخمسين مليار متر مكعب اثيوبيا تضرب بهذه الاتفاقيات عرض الحائط وتحتكم الى رغبتها في التنمية والنهوض رغم احتكامها لمعاهدات استعمارية عقدت في اعوام 1900 و1902 و1908 لتقنين الحدود في الصراع بينها وبين ايريتريا على اقليم اوغادين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من اغسطس الماضي بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات في مدينة الخرطوم بين الاطراف الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا والتي انتهت الى الاتفاق على لجنة مشتركة من الدول الثلاث وتكليف مكتب استشاري دولي لعمل الدراسات اللازمة انني اعتقد ان جميعكم كاصدقاء وشقاء تشاركوننا نفس المخاوف بشأن تأثير عملية بناء ومل وتشغيل هذا المشروع على دول المصاب وكما تعلمون هناك احتياجا لاعداد بعض الدراسات سبق التوصية بها في التقرير النهائي للجنة الدولية الخبراء زيارة مرتقبة لوزير الرأي المصري بصحبة عدد من الاعلاميين الى اثيوبيا للوقوف على حقيقة الوضع وازالة اللبس والغموض لجان شكلت هنا وهناك خبراء محليون ودوليون مكاتب استشارية دراسات وابحاث ندوات ومؤتمرات اثيوبيا تصر المفاوضات لن توقف بناء السد فماذا يكون موقف الحكومة المصرية اذا سد النهضة خلاف بين مصر واثيوبيا خلاف بين مصر وعدد من دول حوض النيل اتفاق بين السودان واثيوبيا في بعض الامور بل انهما شكلتا قوة عسكرية موحدة للدفاع عن السد الخلاف اذا لا يزال قائما وزراء الري في السودان ومصر واثيوبيا اجتمعوا بالفعل على مدى يومين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم بعد توقف اندم ثمانية اشهر طبعا كلنا نذكر ماذا جرى هذا المؤتمر الصحفي الغريب او الاجتماع الذي تم وبث على الهواء ليزيد الفرقة بين مصر وبين اثيوبيا لكن بعد تولي الرئيس السيسي تغيرت هذه الامور المفاوضات التي جرت في ختام الشهر الماضي ركزت على وضع آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن المواصفات الفنية والانشائية لبناء السد ووضع آلية لتنفيذ توصيات هذه اللجنة وخريطة مستقبل لذلك ووفقا لتصريحات السيد وزير الرأي حسام مغازي فان الجانب الاثيوبي اكد استكماله للدراسات التي اوصت بها لجنة الخبراء الدولية وقال انه سيتيحها للوفد المصري خلال زيارته التي اتفق عليها للسد خلال هذا الشهر شهر سبتمبر الاجتماع الذي عقد كانت نتائجه توصف بانها ايجابية ولكن الغموض يلف هذه المسألة اذا هناك من يرى ان الموقف المصري ازاء بناء السد ضعيف لاننا تأخرنا كثيرا وهناك من يرى اننا يجب ان نوقف هذا فورا وان نتجه الى التحكيم الدولي بينما يرى طرف ثالث انه يجب ايضا ان نتيح فرصة لهذه المفاوضات التي تجري هل تكفي الفترة كيف ستتضرر حصة المياه المصرية اما انها لن تتضرر اطلاقا هذا ما ندرسه مع ضيفين في هذه المناظرة ولكن بعض الفاصل اهلا بكم من جديد في المناظرة على النهار اليوم ويسعدني ان نرحب بالضيفين اولا وليس يعني بغريب عنا وعن ارسال النهار اليوم سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق اهلا وسهلا ومحبا سعادة السفير وكذلك الاستاذ الدكتور محمد سلمان الاستاذ بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اه النهاردة بنتعامل على اه النتائج بتاعة الجولة اه الرابعة من المناقشات ما بين الخبراء في مصر واثيوبيا والسودان حول مسألات سد النهضة اعلم انه سعادة السفير من انصار استمرار الحوار وانه حضرتك شايف انه يلا على المحكمة على طاعة التحكيم على طول ما فيش وقت مش هجيب فايدة كتير يعني مش قوي كده بس حاوضح وجهة النظر ماشي الحال لكن عموما احنا في المناظرة بنتيح الوقت كاملا للاجابة يعني بيكون مع كل واحد دقيقتين وبنطرح طرح ربما يكون متدول ما بين العامة ربما يكون وجهة نظر احد الاطراف اه فكرة مجنونة حتى شيء مطروح على لكن بنتفق او بنختلف معها في خلال دقيقتين التعقيبات بتكون في اختام كل جزء بتيحة الكرصة للتعقيبات وببتدي في الجزء الاولاني بالسؤال للسعادة السفير جمال وفي الجزء التاني هنبتدي بساعدتك ونتبادل التعقيبات والامور في نهاية كل جزء جهزين ان شاء الله اهلا وسهلا ومرحبا نبدأ بالاشتباك الاول بيول نتائج مفاوضات الخرطوم الاخيرة جيدة لانه تم الاتفاق على وضع علية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية تتفق ام تختلف ساعة السفير اتفق الحكومة المصرية بتقولي هذا ووزارة الخارجية ووزارة الري والمخابرات المصرية هي جهات ونذات اعتبار ووجبي ان لم يكن يعني اي سبب اخر ان اسمع ولو عندي تحذير حقوله انما مش عاوز تحت شعار المفاوضات يضيع من الوقت لان القلق نابع من ان وانا بتفاوض هو عمال يبني فده لازم يقعرفون ايضا وانا بتفاوض والحيانة باقتبس نبيل فهمي لما كنا بنقولنا تفاوض نبيل فهمي كان بيحذر وانا وايد هذا ان اوعى التفاوض معناه ان يروحوا هم امام المجتمع الدولي ويقولوا له احنا بنتفاوضه يقوم يفك ايده عن التمويل لان احنا الجزء اللي احنا ناكحين فيه لغاية الوقتي ان اي دولة حتمول هذا السد يبقى تكون بعمل غير وديه بالمعنى الديبلوماسي والقانوني تجاه مصر وما معنى كلمتي يعني بعيد عن اللفظ الديبلوماسي ده غير ودي دي استطيع اواخذها استطيع اواخذها في التعامل المباشر وقولها انت بتمولي سد على غير ما يتوافق عليه القانون الدولي وعلى غير ما تتوافق عليه المعهدات المصرية الاثيوبية حتى ان كانت قد عقدت الحج اللي بيقولها في زمن الاستعمار فالتمويل الدولي لهذا المشروع متأثر بالموقف المصري وايضا وزارة الخارجية رأيها ان كان ليه ان اعبر عن رأيه وزارة الخارجية ان مش هتاخد اننا بتفاوض يبقى دي له الفرصة يقول للناس ما احنا منتفاوض ده شغل اسرائيل ده لما الاسرائيل يقول لنا الاجتماعات بتاعت التصوير ومنسلم على بعض وياسر عرفات بيسلم على اسحاء رابين لا منفعش تتفاوض يعني تتفاوض يبقى فيه توقيتات زمنية وا 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 انا من انصار ان يستمر هذا المصار الى ان نجد له حسم دون ان يستغليني في الوقت شكرا شكرا جزيلا ساد دكتور اهو ساد سفير ريحني اوي في النصف الثاني من كلامه اه طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم اه مسألة انه هل النتائج جيدة ام لا ان مسألة نسبة وتناسب انا كان عندي ثلاث اولات سابقة جولة نوفمبر ديسمبر او جولتي نوفمبر ديسمبر 2013 ويناير 2014 ولم يحدث فيها اي تقدم محرز وكان بالعكس كان يعني كانت المسألة بتصل الى حد الاشتباك الفعلي يعني اما الان اذا كان هناك التوصل الى نقطة معينة نقطة ان يكون هناك مكتب استشاري يتم اللجوء اليه يؤخذ برأيه الى اخره هذه نقطة ايجابية في مسار المحادثات او التفاوض لكن لازلت ارى ان المسألة تسير في اطار المنهج القديم المنهج القديم وهو ان اثيوبيا لا تقدم ضمانات اهم واول هذه الضمانات هو التوقف الى ان نتفق على اجراءات جديدة ونتفق على مواصفات جديدة ترضي كل الاطراف وتحديدا الطرف المصري باعتباره الطرف الاخير او النهائي في مسار الحوض احنا اخر دولة احنا دولة المصب النهائية وبالتالي رقم واحد توقف البناء الى ان نصل الى تفاهمات حول المواصفات الانشائية والمواصفات الفنية رقم اثنين ان لا يتم استدراج المفاوض المصري كما حدث سابقا عن عمد من اثيوبيا في قضايا جزئية وتبعيد وتجزئة القضية الكبيرة القضية الام وهي قيام اثيوبيا بعمل يستوجب ان تتحمل مسئولية دولية انها قامت كما تفضل سعد السفير انها قامت بخرق احد مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ عدم الاضرار وضرورة اخذ ما يسمى بشرط الاختار المسبق حتى لا تسبب اضرارا للدول التالية لها في المقرأ المقرأ والحوض وبالتالي هي تأخذنا في قضايا جزئية هذه اللاءات التي ترفع اثيوبيا لا لكذا لا للتوقف هذه المسألة اردت انها تفسد جو التفاوض شكرك شكرا جزيلا دي اخذنا الى اشتباك فكري اخر بالرأي حول مسألة الموقف المصري برمته ازاء سد النهضة منذ البدء في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك مرورا بالفترة الماضية والان تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف المصري حتى لحظة اعادة المفاوضات ولقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الاثيوبي كان ضعيفا اضاع الوقت واستدرج وكان ساذجا حضرتك تتفق ام تختلف ده اختلف طبعا ليه فن الموقف المصري هو الموقف المصري ومصر عندها ترسانة من الامكانيات السياسية والثقافية والحضرية لفضة فوق عن اي امكانيات اخرى مش محلها اذا استخدمتها تبقى بتستخدمها ما استخدمتهاش موجودة يعني مش بالضرورة ان امارس القوة لكي اقول انني قوي قدرة مصر على اقناع الاخرين مبنية على تقدير قدرة مصر في الاجلين المتوسط والطويل فيش كلام انما بالتأكيد حضرتك ممكن اتفق ان نوع التناول فيه برضو مفاوض يبقى واضح مش هقول قوي شخصيته كاريزميته وقت حب تربيزة بزبط كده ولان انت قبل ما بتبيع الجضية للطرف الاخر من التربيزة انت بتبيعه في بلدك مزبوط ازاي تاخد الملف بتاعك وتشرحه على احسن ما يكون ويكون الذخيرة اللي وراك مطمئنة لك لان اول درس في التفاوض هو توكيل بالتفاوض لهذا المفاوض نعم احنا بنوكله بايه بس هو يمكن المظاهر فعلا بيبن عندك حد متابع بيتكلم يوميا ما تنساش ان احنا غارقنا في 8 مليون مولود جداد من ساعة الصورة يشغلون عن حاجات كتيرة اوي ممكن يكون ما بتلاش الكلام ده على سعيد الدول يعني ده ممكن نقوله احنا كمواطنين لا يعني عاوز اقوله ايه في مشاغل ومشاكل كثيرة داخلية وده على الفكرة اغرى الاسيوبين هم متهمين بهذا انهم استغلوا فترة المشغولية الداخلية لكن انا بفتكر ان كاكسة الدولة كلها اجهزة عريقة وقديمة ووزارة الرأي المصري ده محمد علي باجة لكن يمكن في مداخلة تالي هشرح لك ان الخلاف المصري الاسيوبي سابق بكثير على سد النهضة ومش هفرق بين الرئيس السابق ولا الاسبق للخلاف ده في العصر الحديث بدأ الف تسعمائة الف تسعمائة تسعة وخمسين بخروج الكنيسة الاسيوبية عن رئاسة الكنيسة المصرية في عهد جمال عبد النصر السادات لا خد مشاهيرة يا رب نستعدها بيناطح رئيس وزراء السيوبيا هو وصفا لا يذكر ثم جاء الوضع الحالي اللي احنا متفاوت فيه اشكرك شكرا جزيلا عن دكتور سلمان لا الموقف المصري فيما يتصل مصر لها سياسة مائية واضحة وثابتة فيما يخص التعامل مع حوض النيل هذه مسألة مهمة نعم هناك ثوابت مصرية نعم هناك ذاكرة مؤسسية لكثير من المؤسسات المصرية التي تمسك بزمام هذا الملف نعم ولكن اتحدث عن الموقف المصري حيال كليات هذه المسألة لا للأسف في خمسينيات وستينيات وسبعينيات ربما يستثنى من ذلك الفترة النصرية نسبيا لكن الملف المائي عموما كان يغيب عنه الاطار السياسي والمسألة برمتها مسألة سياسية استراتيجية برمتها فكرة الهايدرو بولوتكس غائبة تماما عن التناول المصري لهذه المسألة بيتم تناولها زي ما قلت لحضرتك احنا استدرجنا للمنهج الاثيوبي مش بس في السنتين الاخارة او الثلاث سنين الاخارة حينما اثيرت قضية سد النهضة ولكن منذ فترة وتم التعامل مع قضية حوض النيل بعتبرها قضية مائية فقط وهذه من الاخطاء الكبرى نعايز اذكر ان موضوع الهايدرو بولوتكس هذا المفهوم حينما طرح 1979 وطرحه العالم الامريكي جون ووتر بيري حينما طرح هذا المفهوم كان تطبيقه على نهر النيل الهايدرو بولوتكس اوف دا نايل فالي يعني كان اقدر بينا واحرى بينا نحن المصريون ان نتلقف هذا المفهوم ونشوف ادئي نهر النيل او ادئي حوض النيل مغلف بموضوعات سياسية والورقة السياسية فيه حاضرة وغير مفتعلة للأسف التناول المصري لهذه المسألة وعقلية الطرح المصري وعقلية التفاوض المصري تغيب عنها القضايا السياسية مع الاسف يتم تناول هذا المفهوم في اطار فني وربما هذه واحدة من الاخطاء الكلية يعني بنسميها كده والامني والامني بطبيعة الحال يعني سياسية استراتيجية هايدرو بولوتكس وهايدرو استراتيجيك ممتاز وبالتالي هذه واحدة من الاخطاء الكبرى على المستوى الماكرو التي ادت الى ما نحن فيه شكرا جزيلا عفو طيب ده يقودنا ايضا للقول بانه الاثيوبيا لم تكن علاقتها مع مصر في كثير من الاوقات طيبة وانه هي بترى انها في نبر التعالي من مصر دائما عليها وانه مفيش تعامل على مستوى متزم بين الدولتين وهذا ما دفعهم من مواقع هذا الاضطهاد الى اتباع هذه المنهجية بانه بيتجاهلك وبيتفاوض معاك وهو مواصل بناءه باعلان هذه الاقات فكيف ترى ذلك سعاد السفير هو فيه في طبيعة الشخصية الافريقية وانا خدمت في افريقيا فترة طيبة واحمل لها اعزاز شديد وكنت سفيرا في الكاميرون ولاحظت ان كبار المسؤولين لما بيجي لهم سفير احدى الدول البيضاء يعمل معاملة سيئة جدتك فوشكى الى يا زملاء من سفراء الدول الاوروبية انه بيروح وزير طلبه يقابله والمعاد الساعة 11 يفضل عادل الساعة 11 ما يقابلوش ليه؟ نوع من عقدة الرجل الاسود والابيض الغريبة اننا رحت اقابل رئيس الوزراء سعد حياته وهو ابننا اخو عيسى حياته فسألتني السكرتيرا لمرجات ده في الكاميرون في الكاميرون هل انتظرت؟ انا ما عادتش مجرد من رحت لقيته على الباب وسلم علي والله صدقات في مصر قلت لعشان انا نبهتهم ايه وعود تعملوا كده مع مصر ما عملهاش معاي لكن غريبة ان فيه انا موافقك انه بتحصل احيانا وانا كنت في زيارة للمنطقة دي وانا كنت بتكلمنا عن قصة الكنيسة الاسيوبية كمان اه اه انا كنت في زيارة للمنطقة دي يعني في 8 دول افريقية فشاملت تنزانيا وكنا راحين تجارة كانت ما كانش فيها لسه من مياه ما زارتش وزير التخطيط التنزاني طلب يشفني وكنت قتال مستشار الخارجي قال لي فيه موضوع ارجوك ان تنقله للقيادة المصرية احنا ما بنستخدمش مية النيل احنا غرقنين امطار انما لما يحصل جفاف وامدي ايدي على المية بايه الحساسية الزي ايدة اللي عندوك فارجوك لازم نتفاهم ان الفترات الجافة فيكون كذا كذا ففيه حتة الحساسية لكن شعور بالاستعلاء ده اه جاي مع اثيوبي اللي مش فاهم ايضا فيه تاريخ حاجتين انه زي ما قلت حضرات فعاد عبد الناصر 59 خرجت الكنيسة الاثيوبيه عننا احنا اللي كنا بنعين رئيس الكنيسة الاثيوبيه البابا البابا الاسكندري قضية اخرى ان من ايام الفتوحات الاسلامية يطلعوا الجماعة الاحباش يروحوا نصدفهم في دير السلطان وهي كنيسة ضخمة جدا في القدس تتبع كنيستنا ويعودوا ما يطلعوش ونحاولوا نطلعوش الى انه اثيرت قضية 67 ورفعت قضية في اسرائيل رفعناها وكسبناها وانا قلت العزيزي شيمون بريز طبقوا حكم المحكمة الاسرائيلية يقال تعالى طبقوا انت لانا حيتامونا بالعداء للمسيحية عزيزي دي نسبة الى مين حضرتك شايفه عزيزي ولا نسبة للخطاب لازم يقال له عزيزي فان ما تقدرش تقوله غير كده في العلاقات الدولية انت تقدر تواجه تبعد جواب لاي رئيس دولة غير بكلمة عزيزي دي استنبا يعني مش بدافع عن محمد بورسي ولا حاجة لكن لما حبه هاجم حده هاجمه بشي حقيقي شكرك شكرا جزيلا تفضل لدكتور طبعا تاريخ العلاقات المصرية الاسيوبية زي ما حاجت تفضلت تاريخ بينم عن انه العامل الخارجي عامل حاسم في التأثير على العلاقات المصرية الاسيوبية حينما نتأمل بشكل سريع فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانت مصر ناصرية يحكمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان هناك وكانت مصر بطبيعة الحال تتبنى الافكار الاشتراكية في تلك الفترة استطاع الرئيس اثيوبيا الامبراطور هايلس لاسي ان يتقرب من الولايات المتحدة الامريكية وظهرت حالة عدائية طبيعية فرضتها الاختلافات الايديولوجية الناصرية مع الولايات المتحدة الامريكية ووظفت فيها اثيوبيا في هذا الاطار وفي تلك الفترة بدأت قصة سد النهضة مبكرا حينما استدعى المكتب استصلاح الاراضي الامريكية في عام 1956 طلب من اثيوبيا انه حيعمل لهم مجموعة من الدراسات استمرت 8 سنوات نشر تقرير كامل في 64 عن حوالي 33 مشروع من ضمنهم بوردر ديم كان ساعتها اسمه سد الحدود هذه السدود في معظمها نكاية في مصر الناصرية وكان جزء منها رد على تأميم قناة السويس ومشروع السد العالي وجزء منها في محاولة للضغط الامريكي بين قوسين الاثيوبي يعني هنا حصل علاقة تحالف استراتيجي اثيوبي امريكي ضد مصر في فترة السبعينيات ايه اللي حصل السادات ترك الايدولوجية الاشتراكية ظهر هايلا ماريوم الذي ارتمى في احضان الاتحاد السوفيتي وايضا ظهرت فكرة المناوأة والمعارضة للسياسات المصرية اذا دائما العامل الخارجي حاضر في فترة التسعينيات والعقد الاول من القرن الجديد فترة مبارك يعني تمانينات تسعينيات القرن الاول ميل الزناوي احسن توظيف العامل الاقليمي والدولي وقدم نفسه للغرب بانه سيكون حامي وراعي المصالح وبالفعل تم تطويعي وبالتالي حدثت ايضا حدث الشقاق في العلاقات المصرية الاثيوبية شكرك دكتور محمد سلمان الاشتباك الاخير قبل التعقبات يكون عن مسألة التعاطي مع قصة الدعم الفني والتعامل معها لانه فعلا كميات الامطار التي تهطل على اثيوبيا وعلى تلك المنطقة في منابع النيل هي كثيرة ان احسن استغلالها ولكن هناك مشكلة المستنقعات اذا بالدعم الفني وقدر من التمويل وبرؤية سياسية او استراتيجية من الحكومة المصرية كانت وظفت او تم التعامل مع اختلاف الارتفاعات ما بين البحيرات لكي تخدم ويتم استخدام الامور دي لبحيرات اصطناعية اخرى لتخزين هذا الماء كان الدنيا تغيرت شوية وما كناش وصلنا للي احنا فيه الان لكن الحجة المصرية دائما ان اسرائيل اصابعها تلعب وان كل هذا الدعم الفني لم يكن ليغير من الموقف شيئا حضرتك تتفق ام تختلف تختلف بشدة تفضل لان انا عارف اسيوبيا كويس عارف افريقيا كويس من البعض اللي انا ليس خافين عن عاكة انني كنت مدير ادارة اسرائيل في الخارجية المصرية واسرائيل احتلالها للجولان ولجنوب لبنان ولبعض المناطق اللي هي فيها سبب الماء نعم فليس هناك منطق يقنعني ان اسرائيل من مصلحتها حجب الماء عن مصر بالعكس ده السادات لعب لعبة جيدة انا معجب بها بصراحة لما قال نوصل النيل لاسرائيل لما قال نوصل ده لو دعت الحالة ادي له مياه ده السادات قال كت فانا لو النهاردة على كرسية في ادارة اسرائيل في الخارجية المصرية حجب مستر نتانياه هو من يمثله وقول له انت هل بتلعب لان انا من حقيق هاخذه حتى اتعمل غير ودي انت بتدعي انك دولة لك علاقة دبلوماسية معايا انت صعيب يتلعب مع اسيوبيا في هذا حينكر هقول له طيب انا حوسطك اذا كان صحيح ان اسرائيل لا هذا الثقل في افريقيا انا اسف بالسلس مصر ثقلها في افريقيا لا يمكن ان يباريه احد طيب وحب احكي لك كتير السبب انما انا حاجيب اسرائيل وقال لها اذا كنت بقى لك نفوس في اثيوبيا حليلي المشكلة دي ده انا عاوز ازود حصتي بعشرين مليار متر مكعب مية وليك الحلاوة ربع مليار اوصله عن طريق السيناء الى اسرائيل ده يبوس ايدك فأكبر نجاح للمفاوض ان يجعل الطرف الاخر يقتنع ان مصلحتي تصب في مصلحته في شكل مية نيل ايه بقى حكاية ان اسرائيل تحجب الماء عن مصر احنا في حالة عداء لما انا انا في حالة معادة سلامة استطيع ان اواخذه لو خلافها ايو بس ده على الورق هل هذا هو الورق لا لا في التطبيق ده انا ممكن يجيلي سفير اسرائيل وقد حدث سفير اسرائيل من موليد مصر وانا بعتبر دايما اقول انه كان رجل الفاضل ديفيد سلطان ديفيد سلطان وكان يعتبني ان في حصل كزا هجوم عليه كزا وده مش دي الروح اللي احنا عاوزينها بس كده فانا وكلفت وقتها ان ارد عليه وارد على صديقي شمون بريز والاخ رابين بردود تقول انت بتعمل عمل غير ودي وحقول لها حاجة بامانة ان اسرائيل تخاف اول لو اتهمتها هذا الاتهم لان انا قادر كمصر ان اخلي عيشة اسرائيل نكد وقادر ان اخلي عيشتها سلام وانا هنا ده موقف الدولي انني عضو ايجابي في المجتمع الدولي يحافظ على الامن والاستقرار والتنمية لصالح جميع الشعوب دي السياسة اللي انا قدر اسوق لها ولا حرج بتقوله ده على فكرة يعني ناس كتير عكس اتجاه الطيار وناس كتير هتسمعه وحتبقى مندهشة جدا انه بتعمل المسؤولين احنا حنقول صديقي وعزيزي والاخ الفاضل حيطلع الكلام ده كده وربنا يسهل طيب لا 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 انا متعمد اقول لا طبعا لا يعني مع احترامي لا الكلام ده يعني يعني اختلف معه استنادا الى معلومات متاحة اسرائيل قبل ما يبقى قبل ما يبقى في اسرائيل في عام 1903 قبل ما يبقى في اسرائيل طبعا كان فيه بعثات استكشافية في ستينيات القرن التاسع عشر يعني 1860 قالت ان المنطقة دي مش هتنفع لو هتعملوا وطن قومي هنا المياه هنا مش هتكفي اذا لابد من السرق الى اخر في 1903 في مشروع والخريطة بتاعته موجودة تيدور هيرتز المؤسس الدولة العبرية طلب من مصر ان هي تمد اسرائيل بالمياه رفضت هذه المسألة 1903 اعيد تكرارها في سبعينيات القرن العشرين في ضوء ما كان طرحه او روج له السادات فكرة تفاوضية فكرة بلو بيس او السلام الازرق اللي ممكن يجي من خلال المياه طرح واحد اسمه إليش عكالي فكرة جر المياه من مصر الى اسرائيل في اطار ترتيبات سلمية جديدة بعد حرب 73 رفضت المسألة رسميا وشعبيا اعيد طرحها مرة اخرى من مهندس اخر رفضت من مين من الحكومة المصرية وعلى مستوى الشارع المصري بطبيعة الحال ان يبقى فيه مياه من مصر تروح لإسرائيل اذا طرحت مرة اخرى من مهندس اسمه يؤر وهكذا هذه المسألة ثم بعد ذلك اعيد طرحها مرة اخرى في لجنة المياه في المفاوضات متعددة الاطراف عاشية مدريد 1991 اذا اسرائيل لديها نص توراتي واضح حدودك يا اسرائيل من النيلي الى الفرات وهي تسعى كانت تسعى الى محاولة الحصول على 1% يعني 840 مليار متر مكعب من ايراد نهر النيلي يعني حوالي مليار مصر رفضت في كل العهود مصر الرسمية ومصر غير الرسمية اذا اللعبة الجديدة الان ليست هي المحاصصة ليس الحصول على حصة وانما المحاصرة والتطويق اسرائيل موجودة في اثيوبيا وموجودة في دول حوض النيل من خلال ما نسمي نحن في العلاقات الدولية special relationship علاقات خاصة العلاقات الخاصة لا تقص بالارقام اسرائيل تريد ان تضغط على مصر من خلال محاصرتها في دائرتها النيلية من خلال تطويقها حتى تستطيع ان تفرد على مصر ترتيبات معينة صفقة معينة تقبلها مصر اسرائيل لو تعلم انها تستطيع ان تشتري مياه من دول حوض النيل دون المرور بمصر لا فعلت ذلك من فترة طويلة لكنها تعلم ان ذلك لن يأتي الا من خلال مصر وكل ما يحدث الان بما في سد النهضة وغيره من السدود الاخرى الهدف منه تطويق الحصار على مصر وخلق كماشة حتى نقبل بصفقة وترتيبات امنية ومائية الى اخره يكون من ضمنها بيع المياه الى اسرائيل من دول حوض النيل وليس حد بالمياه عن مصر المسألة لا تحقق بالمياه عن مصر لا ده هي عايزة المياه تروح لمصر كتير لا معلش عبديت الوقت لكن هي تريد ان تأتي المياه من دول حوض النيل التي اعلنت انها مستعدة لبيع المياه الى اي دولة مش بس اسرائيل شكرا طب دي فترة تعقبات تفضل يا سعد سفير حضرتك حرم فيما تقول وتعقب على كل مقيم لا بالعكس انا شايف الدكتور محمد بيسعيدني قد طقته اه وهو ابتدى وانتهى بعكس ما بدأ ايها انا دايما اين اجاء هذا التنقل اقوله اش اخرتها طيب يعني اسرائيل تحاصر مصر عشان مصر تقبل ايه الصفقة يعني السلام مع اسرائيل لا لا ده انا بتاعي السلام مع اسرائيل بيع المياه بيع المياه بيع المياه ونص كويس وده اللي بقولك هو دي الفكرة الذكية اللي السادات عملها مقتبسا بس اتقاله لا يعني قاله انه الدكتور اسامة الباز قاله دي اتفاعية ومنقدرش نلعب في الحصص لا لا انا مش عمري محد ازازة مياه الا باتفاق مع الكل مش بقول انت لك سلطة او نفوذ في اسيوبيا وانا انكر هذا بالمناسبة انا عارف نفوذ مصر شكله ايه وتعاملت في افريقيا مع صفراء في افريقيا من اسرائيل وكان مركز ايه ومركزه ايه يعني في اسيوبيا الوضع عامل ازاي مصر تتفوق تماما في كل بلدان افريقيا بما فيها اسيوبيا لو انا عاوز طيب بس سياسيا وامنيا انما في صرع وبقول افضل ما تستطيع ان تصل اليه كمفاوض ان تجعل اسرائيل تقبل انك تحط 300 دبابة على الحدود بينما المعاهدة بتقول لا انا حطت 300 دبابة على الحدود الوقت قالت لا لان افهمت ان هذا الارهاب لكل المنطقة ملها الصالح فيه اسرائيل عاوزة مني ايه انا عاوزة اقولك حاجة انا في بحكم منصيبي في حينه بزور اسرائيل ومشيت مع محمد بسيوني رحمة الله عليه سفيرنا في اسرائيل لو انا ماشي مع مارلين منروم ما كانوش عاملونا كتب ان سفير مصر يا سلام الست وقفت وليط المكتصور معاك انا ولادي الشعور لدى الجيل اللي شاف الحرب زمان وشاف دور مصر انها عامل استدباب السلام في المنطقة يحمل مواد لك لان ايه مستقبله هذه دولة لا مستقبل لها ما لم تخلق حالة من العلاقات الطبيعية مع جرينها اللي هو مصر قادر شكرا انا فضل نعم سيد سفير بيكلم على خلي المك عليها شوي لا عفو يا سيد سفير سيد سفير يتحدث عن المعلن في السياسة الخارجية وهذا صحيح لا مش المعلن الذي مارسته بنفسي نعم المعلن مش الكتب نعم المعلن من خلال التصريحات والافعال يعني السلوكيات القولية والفعلية ولكن نحن استردام الموقف الرسم بالظبط كده لكن نحن كمحللين سياسيين المعلن شيء وما يحدث في الواقع شيء اخر نحن بيننا وبين اسرائيل نعم معهد السلام ولكن هل ينكر احد ان كل المؤسسات السيادية المصرية المحترمة تعتبر ان مصدر التهديد الرئيسي لمصر هي اسرائيل وان العدل الاول لمصر هو اسرائيل وبالتالي يعني هذه مسألة يعني لا مواربة فيها لا مواربة فيها هذه مسألة معلنة ومعروفة وان حدث ذلك سيكون لدي مشكلة امنية في خريطة القيم لدى الاجيال اللي التي تحفظ تهديد اللي عليك من غير بمصر اقل مش تهديد مهم تهديد اللي عليك من العراق اقل يأتي في المرتبة الثالثة بعد اسرائيل اسرائيل في المقام الاول انا بدأت وقلت اسرائيل لا تريد ان تحجيل المياه عن مصر اسرائيل لا تريد تريد تدفق المياه بالعكس ده هي عايزة كانت تبيق تشتري المياه من مصر أو تاخد المياه من مصر حينما رفضت هذه المسألة في القرن التاسع عشر وغير مرة في القرن العشرين الآن تحولت استراتيجيات إسرائيل من المحاصصة أن يكون لها حصة إلى المحاصرة حتى تستطيع أن تجبر مصر على القبول بأن يتم بيع المياه مش المياه المصرية لأننا ما لدينا مياه فائدة نبيحها لكن أن تباع المياه الإثيوبية الكينية الأغندية إلى آخره عن طريق مصر طب يا سيدي من فضلك بل بإسمي وأعتقد أنني غيره بعيد عن السياسة الخارجية المصرية إن لو دالي حل ناخد عشرين مليار متر بقعب ديادة من المياه آه أنا موافقة وأستطيع أن أدافع هذا الدفاع أمام أي سلطة سيادية تشريعية مصرية دي دي مسألة مسألة أولا لها اعتبارات أخلاقية سيد السفير إن أنا أعطي إسرائيل مياه لها اعتبارات أخلاقية قبل ما يكون لها اعتبارات أخرى ثانيا حتى في إطار الاعتبارات المصلحية السياسية حينما نعطي إسرائيل أنا لازم أسأل حضرتك إحنا خرجنا من التوقيتات ومن الفورمة المقفولة فما علش لازم أسأل حضرتك لا ما فيش حاجة أبدا نقبل العكس ده أنا عشان نكمل يعني هو النهاردة إحنا بنقول هذا الكلام وهذه حقيقة هي مشاعر موجودة لدى كثيرين وليست عند الجميع بالمناسبة دي جزئية لكن بقول إنه طب ما هنت عندك خبرات رهيبة في قصة الزراعة أنت عندك تعديل في خريطة المحاصيل الزراعية من أزمنا طويلة ويقال إنه إسرائيل موجودة فيها يقال إنه في بعض الخبراء كانوا بيمشوا في مناطق مستصلاحة جديدة للحديث والتبشير بمسألة التنقيط ومش تنقيط ده اللي هو كمان دلوقتي فوق الأرض حتى بقى التنقيط على الجذور وما أشبه إحنا يعني هل هنفضل بنتكلم في شعار؟ أنا ما برواكش الحاجة لكن أنا بس السؤال واضح وصريح هل سنظل نتحدث عن شعارات أم نريد أن نواجه واقع فعلي قائم حاليا من غير ما ندفل رؤوسنا في الرمال؟ ماذا تقصى؟ هل إحنا لازم نتسق مع ذاتنا في فكرة إنه هم التهديد الأكبر؟ ولا إحنا لازم نتعامل ونتسق مع ذاتنا في فكرة ما هو التهديد الأي والمرحلة وده اللي معالي اللي سفيرتك بيقوله حقرب لك الفكرة بسرعة في شيء عشناء السنة اللي فاتت عندما فاز الاتحاد الأوروبي بجايزة نوبل للسلام ده إحنا بنعتبر الاتحاد الأوروبي ده أعظم تنظيم إقليمي في التاريخ يعني ومازال إيه بقى يخد جايزة نوبل للسلام ليه؟ لأنه استطاع أن يقيم السلام بين دول نصبت بعضها لبعض العداء أبد التاريخ ومئة سنة متواصلة من الحروب هو أنت عاوز تقولي إن الفرنسوين بيموتوا وعشقا في الألمان أو العكس؟ لا طبعا أبدا إنما وجد أن الحرب لن تؤدي به إلى سبيل وبعدين دايما بقول حاجة وباعتذر للشعب المصري كله إن ليست الحلول السليمة لها شعبية أنا بدور على الحل اللي يوصل لأن لما عملوا استفتاء بعد الحرب العالمية التانية للألمان إيه قضيتك رقم واحد قالوا الوحدة الألمانية طب إيه رأيك في تعويض إسرائيل تسعة وتمينين في المئة من الشعب الألماني صوت ضد تعويض إسرائيل وهكذا فحكماء الأمة أدناور ومن وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه في وسط أوروبا وده اللي احنا بنقوله كمصريين مصر الضعيفة ليس لقاحة صالح فيها حتى الغرب بس بشرط مصر القوية تكون عنصر استقرار وأمان وسلام لأننا من الذين يقولون أن مصلحة مصر الاستراتيجية هي في السلام وأحد اللي علموني على فكرة في السياسة عن كبر رحمة الله عليه الشفعة الحميد وكثيرين يؤيدوه أكبر مقلب شربيت وإسرائيل في حياتها منذ نشأتها اتفاق السلام المصري نعم لكن اللي أنا ملاحظه وأنا كنت بشتيكي الأستاذنا في العلوم السياسية أن في جيل طلع ما شافش عبد الناصر ومعرفش السادات انت عصرت سنة 79 السادات وهو راجع من القدس يتعمل له ايه ده ملايين طلعت في الشوارع ترحب به وانتهى زمن الحرب على عكس اللي بنقوله الوقت أن الشعب المصر ضد معاعد السلام لا أنت اللي خلقت هذا بإعلام مش مظبوط على الأقل ضد التطبيع بس ما بنقولش ضد السلام يا سيدي أنا لا أمنعك منحقق في عدم التطبيع إنما في نفس الوقت أنا لازم أحترم اتفاقياتي وأشجع الناس احنا دولة محترمة بتحترم اتفاقاتها حتى ولو كانت على غير رغب تلات فبالتالي ما مستقبل إسرائيل في حالة عداء دائم إنما مستقبل الحكومات المتشددة في إسرائيل في مثل هذا التصرف دي قصة تانية شيمون بريز قال إن لما كنت أصحى منهم ما بقولك إيه الحق جيلي فاهم يعني إيه السلام لما كنت أصحى منهم ولا أنني ما زلت على قيد الحياة أقول الحمد لله أو إن في دولة اسمها إسرائيل أقول الحمد لله الجيل الذي تتعامل أنت معه جيل 67 شاف بلد وقف على حدود قناة السويس وشايف بلده بتضمحل وتتراجع فبيقاوم ده لازم تثبت له إن ده في مصلحته وإن أهم مصلحة لإسرائيل هي دولتين في المنطقة فلسطين وإسرائيل لأن الحل البديل خد فلسطين كلها أنا أنا شخصيا لو لي أن أغامر دولة سنائية القومية دولة سلاسية الديانات أو سنائية القومية طلع لإنتين ياب حتة يهودية الدولة هو كله أنا معاك في أنه طبعا هل الصراعات دي مش بتغير سياستك وتغير جلدك وتغير وهو في النهاية الأمن القوم المصري هو هدفك وعينك ما تنزلش عنه دقيقة بس كده إنما تخيل العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بإسرائيل المسالمة أنا عندي إحصائيات إن أول ما عملنا معادة السلام الهجرة العكسية من إسرائيل صارت متفوقة على الهجرة الإيجابية إليها لأنه انتهت حالة الاستئساد اللي بتخلي اليهود يجي يساعد إسرائيل ما مستقبل إسرائيل دون أن تقبل بحل سلمي في دولة يهودية ودولة فلسطينية بس كده هيكون شكلها إده موضوع تاني إن شاء الله مع أسعد سفير لازم نتكلم فيه أنا أخش بس إن أكون زي ما أنت قلت بسير الاستغراب لأن أنا ما بحبش أقتنع بآلهة من الحجر وأفضل أعبد ألام الحجر أنا غير تقليدي خالص أشكرك دكتور سلمان ردك على الساعة السفير أنا بتتفق على مسألة غير العدم الخروج على الإطار التقليدي بتتفق تماما على أن أنا بحاجة إلى حلول غير كلاسيكية حلول غير نمطية بتتفق مع ذا تمام وأتفق أيضا على أنه دائما الحلول غير النمطية تعوم عكس التيار على غرار المسارين المصري والأردني إذا حدث ذلك نحن على استعداد إلى أن نتعامل بمنطق جديد هذه هي المسألة نقطة أخرى فيما يتعلق بشيمون بيريز تحديدا شيمون بيريز تحديدا عقب اتفاق غزة أريحة 1993 أصل واحد أصدر كتاب أول من تحدث عن الشرق الأوسط الجديد وقال أن إحنا عايزين نبني شرق أوسط جديد ينهض على أنقاض القومية العربية إنسوا بقى فيش حاجة اسمها قومية عربية ولا غيره الكتاب موجود باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى وتحدث عن أيضا مسألة مهمة جدا أنه سوف لن يكون هناك سلام مستقبلي إلا وفق ترتيبات مائية وظهر ذلك واضحا بعدها بسنة في أكتوبر 1994 أقل من سنة أو سنة وشهر أسلو كان ستمبر 1993 في أكتوبر 1994 اتفاق ودي عربة بين الأردنين والإسرائيليين ظهرت فعلا الترتيبات المائية والاشتراطات المائية واضحة إسرائيل سوف لن تقبل أي سلام مباشرة في نهر الأردن مع هذا مفهوم بالصبت نأتي إلى هل نقبل بدخول إسرائيل ولا لا المسألة دي ممكن نفكر فيها مستقبلا إذا حدث سلام لكن الآن في هذه الوضعية وضعية أن إسرائيل بتقتل إخوتنا وأولادنا في سوريا وفي لبنان وفلسطين وتحديدا فلسطين القضية الأكثر تعقيدا وأعطي لإسرائيل بطبيعة الحال الملف الفلسطين القضية الفلسطينية بغض النظر عن حماس وغزة إلى آخر أيضا في مسألة مهمة جدا مسألة في غاية الخطورة دخول إسرائيل معنا في حوض النيل بالبيع أو الشراء معناها أصبحت أنها أصبحت دولة حوضية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية صنوان وجهان لعملة واحدة وبالتالي إسرائيل يروج لها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن شي مون بيريز وغيره أنها الدولة التي يجب أن يكون لها الريادة أو بايفوتال ستيت في الشرق الأوسط الدولة الربان الدولة المركزية فإذن حينما ستدخل معنا في حوض النيل وتصبح دولة حوضية صعب تعمل ده ب5 مليون فقط ده عنصر ديموغرافي ده عنصر ديموغرافي لكن الاعتبارات الإقليمية ستسفير والاعتبارات الدولية مع الأسف تسندها وإلا لو كانت المسألة ديموغرافية فقط بدون اعتبارات إقليمية ودولية وتسليحية ومنظومات تسلح كنا طلعنا عليها شبرة بس وكانت لو الخمسة أو 6 مليون يعني لو هي بتتحسي كده فأنا عايز أقول أن هذا التوقيت أنا لا أرفض قطعا ولكن هذا التوقيت تحديدا لدخول إسرائيل حوض النيل وتصبح دولة حوضية تضاف إلى 11 دولة الموجودة أعتقد أنه في غير صالح مصر تماما تماما لأنه سوف يكون لها اليد العليا والكلمة الطولة أنا أخرج لفاصل في حاجة التألب لمن أخرج آه العقد شريعة المتعقدين يا دكتور آه لا هو أنا حعملها دولة حوض النيل مش في العلاقات الدولية زي لا لا العلاقات الدولية فاشح عقد شريعة المتعقدين هي حتاخد مني مية بالسرعة وإلا كالحوض النيل انتهت يا رجل حيبقى في معاهدة تيسر هذا ما إحنا بيننا وإنهم معاهدات إنما دعني أنا تفكرتيني حكتيني بسرعة ما إحنا بيننا وبين الدول حوض إنه المعاهدات اسمر علي حالا